بحب تشكر الدكتور مازن دوماني على الجهود الكبيرة يلي عم يعمل بجروب دينتستري أونلاين وكيف عم حاول يرفع مستوى الدينتستري بكل أفرعه طبعاً أنا اليوم حابة بلشكلكون بطبك كتير مهم بالنسبة إلي وكنا ككلينيكل بصير في عنا مصدايجنوزز فيه يلي هو كراكت كراكت و هوتو ماناجد كلياتنا نحن طبعاً ككلينيكل بصير في عنا مصدايجنوزز بالكراكت بالكراكت توث لأنه اللسان والسبتم تبع الكراكت توث بتختلف من بيشن تلا بيشن بالإضافة بالإضافة الدياركشن تبع الكراكت توث والإكستنشن ممكن أحيانا ما يكون فيزبل ممكن نحن ما نشوفه وخاصة إذا كنا ما عم نستخدم مجنيفكيشن بالتالي هون نحن بصير في عنا أحيانا ممكن نقع بمصدايجنوز بالتالي إنكوركتي تريتمنت بلان بقى هون الكلينيكل بقع بحيرة هل هو بديو يعمل ريستور لسن ولا بديو يعمل ولا بديو يعمل إكستراكشن طبعا بهاي الليكتشر نحاول أعرفكم أنه كيف هنصير قادرين نعمل لحتى نكون قادرين نعمل ما نجمن صح للحالة بالإضافة للإفيدنس بيز حول الموضوع هات طبعا بالمحاضرة هاي رح ناخد عدة أمور أول شي رح شو شو هو اللينجيوترونال فراكتشر شو أنواعها تاني شي رح نعرف الكراك توث دفينيشن تالت شي الكوزز أوف كراك توث رابع شي التريتمنت بلانينج والدياغنوز طبعا الكراك توث سادس شي شو الأوتكم تبعا الفايتل هلأ حسب الامريكان اسوسياشن في عنا فايف تايبز فايف تايبز للفايف تايبز للفراكتشر أول شي في عنا الكريز لاين التاني شي عنا الفراكتشر كاسب التالت شي عنا الكراك توث الرابع شي عنا السبلات والخمس شي هو الفيرتكار وتفراكتشر طبعا بمحاضرتي هاي رح أطرق بس للكراك توث لأنه الكريز لاين والفراكتشر كاسب غالبا هي غالبا هي المنجمنت تابعة بيكون بيكون برافينتف بكمبزيتر رستوريشن أو كاسب كافريش أما بالنسبة للسبلات والفيرتكار روت فراكتشر المنجمنت تابعة بيكون يعني بي أغلب الحالات بيكون للإكستراكشن أنا بالطبق تابعي هو عم يحكي عن الكراك توث هلأ في نقطة مهمة كتير لازم نعرفها هي أنه بالكريز لاين بالكريز لاين بالفراكتشر كاسب بالكراك بالسبلات دائما تابع الدايركشن الدايركشن أو فراكتشر لاين عم يكون عم يكون ميزيو تمام عم يكون ميزيو ديستلي ميزيو ديستلي ممكن 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 يشمل يعني بوث المارجنال ريش ممكن لا حسب حسب الدبس تبع الإكستنشن وعم يمتد من الكراون عم يمتد من الكراون ل من الكراون ل المنطقة لصب جانجيفر على عكس البرتكل روت فراكتشر يلي هو عم يكون الداير الإكستنشن أو فدايركشن تبع عم يكون باكو لينجول على عكس بالكريز لاين والكراكتوس والسبلات متل ما نكون شايفين بهاي الصورة لاحظوا كيف عنا الاتجاه الدايركشن هو باكو لينجولي طبعا طبعا هلأ رح نروح بتعريف الكراكتوس طبعا الكراكتوس هو عبارة incomplete fracture بيمتد من الكراون للسبجنجيفر متل ما قلنا بيروح باتجاه ميزيو دي سال دايركشن طبعا تعريف الكراكتوس حسب الامريكان دنتل اسوسياشن هو عبارة عن كيف عندي بيين عندي الفلكتشور لاينز وكيف عم يتجاه باتجاه الميزيو دي سال دايركشن طبعا الأسنان الأكتر الشي اللي بيكون فيها كراك هي الأسنان المانديبيولر first والsecond مولر بالإضافة المكسيلاري المكسيلاري مولر طبعا هاي الأسنان أكيد رح يكون فيها نسبة الكراك أعلى لأنه البيتنج فورس رح تكون فيها قوية بالإضافة أنه هاي الأسنان رح تكون قريبة من تمبرو منديبيولر جونت هلأ زمنا نحكي عن كراك أول شي في عنا أسباب الكراك ممكن تكون نتيجة طبعا طبعا هي تعد من رستوريشن non-bonded رستوريشن هاي الأملكم رستوريشن هي فينا نقول في عندها بتعمل الزيشن كتير عالية نتيجة الشار بالإضافة للتغيرات نتيجة السيرمل الكوفيشن أو السيرمل بيصير في عندي كتير تغيرات بالتغيرات الحرارية النتيجة التقلص والتمدل هاي تاني سبب للحدوث الكراك هو مثل مثلاً وجود البركسيزم عند الباشن رح يكون معرضين حتى يكون عندهم كراك توث تالت سبب الجندر الجندر رح نلاقي نسبة الكراك نسبة وجوده بالفيميل أكتر من الميل والأسنان والأسنان اللي عم تكون قريبة للتيم جي كمان عم تكون عرضة أكتر لأنه يصير فيها كراك والعمر كمان عم نكون إله دور أنه كل ما كان عمر الباشن أكتر رح يكون عنده نسبة حدوث كراك أكتر طبعاً شو الساين أو السبتم يلي بيجي فيها المريض بحالة الكراك توث أول شي المريض رح يعاني من شارب بين يعني رح يعاني من شارب بين وخاصة عند المستيكيشن وغالي ما المريض بحالة الأيرلي ستيج للتراك توس الطبيب ما رح يكون ما رح يكون قادر يعمل داياجنوزز بشكل يعني رح يكون فيه دفكالت بالدايجنوزز بالبداية بالإضافة أن المريض بالإضافة أن المريض رح يكون عنده رسمونس عالي للكول ستيوميلي يعني رح يكون أنه أي شي بارد مثلا رح يأدي إلى الرسمونس عالي عند المريض ورسمونس الطول يعني هلا بعد نحن ما أخذنا المريض وشفنا لازم في مجموعة من البيانات مجموعة من البيانات نعرفها لحتى لحتى نكون قادرين نعمل داياجنوزز الصح لنوصل كمان بشكل صحيح أول شي لازم نعرف الهستوري والدوريشن والنيتشر أوف بين عند المريض لأنه حتى نشخص هاللي كركت هالهو بالأرلي ستيجز مثلا ولا هالهو بالأرلي ستيجز ولا بال بالأرلي ستيجز هاللي هو مثلا هاللي ممكن أنا لسه لسه البلب فيتر ولا البلب لكروز لأنه كله بأثر على المنجمينت تبعي تاني سؤال ممكن نسأله نحن أو نعمله هو الكولد تاست والأكتري البلب تاستر لنشوف لأنه غالبا بحالة الكراك توث وعم نطبق نحن الكولد تاست غالبا بيكون في عندي مثل ما قلنا رسبونس كتير عالية استجابة كتير عالية وغالبا بتكون هاي الاستجابة المطورة بتستمر فترة طويلة بشرط أن يكون الكراك توث البلب تكون vital هلأ كمان في شيء لازم نعمله هو البركشن والبركشن والبلبيشن طبعا بالبركشن وقتل بيكون في عندي ألم على البركشن بحالة الكراك توث أنا بتوقع أنه هنا في عندي بلب يعني أنه في عندي بلب بلبيزيز صار في عندي نكروزيز بالبلب بالتالي أنا هون بعرف أنه شو لازم أعمله بالإضافة لازم أعمل بلباشن بلباشن للمنطقة اللي تكون قريبة من الكراك لحتى لحتى أعرف هل في عندي أنا أي اكسوديت موجودة أو أي موجود أو موجودة موجودة بجنب السنة اللي فيه كراك طبعا الشغلة الرابعة والمهمة جدا كتير كتير هي الباكل اللينجوال بيريدونتال بروبينج دب ضروري أنا يعني هاي يعني سواء حالة كنت أنا شكة أنه فيها كراك ولا ما فيها كراك ضروري دائما أعمل بروبينج دب أنه كتير بيعطيني فكرة عن المنجمنت الصح للحالة يلي جايتني مثل بحالة الكراك تيس دائما بكون في عنا في حالات كبيرة بكون في عنا أزوليت ديب بوكت دائما بكون في عنا بوكت كبير وبكون نره طبعا طبعا إذا بدنا نفسر أنه ليه بحالة الكراك توث تمام عم صور في عندي أزوليت بوكت لأنه نحن مكان الكراك واته بكون في عندي كراك رحيصير في عندي رحيصير في عندي بكتيريا انفاجن يعني البكتيريا رح تيجي بالتالي رح تعملي رح تعملي تعملي أنه تحللي العظم الموجود الموجود بالقرب من منطقة الكراك بالإضافة أنه تساعد لي على تشكيل بالتالي أنه رح تساعد أنه بمنطقة الكراك رحيصير في عندي أكسوديت أو بص أو فيستيولة مشان هيك أنه بحالة الكراك كتير بشك أنه يكون في عندي أزوليت ديب بوكت خامس شي خامس شي ممكن نعمله هو الفحص بالترانز إلومنيشن طبعا الفحص ترانز إلومنيشن وهي أنه نستخدم مثلا كاللائت كيور ونستخدم عن المنطقة يلي شاكين فيها أنه فيها فراكتشور أو كراك تمام بحيث مثلا بحيث نطبق اللايت بشكل دايريكت على الكسب يلي شاكين فيها كراك بحالة الكراك اللايت تمام ما رح ينتقل للجهة المقابلة يعني أنا مثلا طبقت اللايت على البلة الكسب تمام على البلة الكسب وكان فيه شاك كراك اللايت ما رح ينتقل للبك الكسب هاي من الفحوص يلي بنعمله بحال نحنا شاكين أنه فيها عندي كراك توث كمان من الفحوص يلي نعمل حتى نعمل دايريجنوز الكراك هو استخدام البايتينج البايتينج تيست البايتينج تيست هي عبارة عن عن توث سلوث هي عبارة عن أداة بتكون تتكون من جزء فلات تمام وجزء بيراميت طبعا جزء بيراميت بيكون باتجاه باتجاه الكسب يلي شاكين فيه أنه فيها كراك واتجاه الفلات بحال طبقنا نحن هاي 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 الأداة غالبا بحالة الكراك رح يعطينا المريض شارب بين رح يعطينا المريض ضع لنا شارب بين بمكان الكسب يلي فيها فراكتشور ولكن فيه شغلة بدي أنا نبه عليها أنه نحن حتى نميز بحالة الكراك وبحالة البريراديكولار بيرام في هلأ إذا أنا طبقت هاي الأداة تسلوث تمام بحالة بري راديكولار بيرام تايتلز سواء أنا طبقت على أي كسب بالسن اللي شاك في رح تعطيني ألم تمام سواء طبقت على البك الكسب رح تعطيني بين أما بحالة الكراك توث رح يكون بين تمام رح يكون بين فقط بالكسب يلي فيها فراكتشور هلأ الشغلة مهمة وأخيرة لازم نعملها هي بري أوبراتف راديو غراف صراحة سواء الحالة كانت كانت كراك وحالة RCT أو RCT أو whatever دائما دائما لازم نعمل بري أوبراتف راديو غراف لأنه هي دائما تعطيني فكرة عن المنجمنت تبع الحالة عن الدياغنوز تبع الحالة مثل هلأ هون مثل ما نكون شايفين في عندي على المولر وال بري مولر طبعا أنا هون وقتا لمسا نمتصور هيك صورة بري أوبراتف راديوغراف يعني بصير في عندي انطباع أنه هون يعني بالمولر والبري ممكن لأي كراك بسا طبعا شو اللي تريتمين اللي ممكن أعمله بحالة الكراك تيث هلأ منها نعرف قبل ما نبلش بالمنجمن تبع الكراك تيث لازم نعرف لازم ننبه المريض لازم ننبه المريض أنه يعني ما نعطي أنه خلص أنه خلص أنه خلص رح يصال على المعالجة 100% ما رح يصير أي مشاكل معه بعدين لا رح نعطي أنه ممكن يصير معنا نحنا بحاجة نعمل دائما للحالة كل كل ثلاثة شهر بالتالي بنكون نحنا من بداية فهمين المريض بهي النقطة ودائما هدف معالجتنا بال أنه نوقف تبع الكراك تمام بالإضافة بالإضافة أنه يعني يوقف أنه يصير عند المريض ألم أون تشوين وأثناء التشوين والمستيكيشن طبعا وهذا الشي بتحقق وقتل نحنا بنعمل orthodontic bands بالإضافة وقتل بنستخدم أو نستخدم provisional crown هذا المخطط كتير حبيته بيين لنا كيف شو المنجممت الصحية اللي ممكن نحنا نعمله بحالة الكراك توث هلا إذا نحنا السن عملنا ودياغنوز وطلع الكراك توث السن رح يجينا بحالة irreversible bulbitis أو irreversible bulbitis بحالة irreversible bulbitis أنا مشان ما يصير في عندي progression للكراك بحط orthodontic band أو منحط أو منحط Provision Restoration طبعا ومنعمل منعمل re-evaluate للحالة كل 3 شهر re-evaluate لكل 3 شهر طبعا بعد ما إذا ما ضبط 3 شهر وعملنا re-evaluate وكانت الحالة asymptomatic and vital ممكن ننتقل أنه نعمل permanent crown أما إذا كان إذا كان للحالة irreversible bulbitis أو nucleotic bulbitis تمام ممكن دغرم نروح لخيار rot canal treatment ومنعمل crown دائم بشكل المريض في نقطة نسيت نوهلكم عليها أنه إذا بحالة irreversible bulbitis تمام وأنا عملت orthodontic band أو provision restoration عملت re-evaluate للحالة بعد 3 شهر ولقيت الحالة symptomatic دغري بروح لخيار rot canal treatment وأعمل crown هلأ بالجزء الأخير من محاضرتي رح رح أحكي عن recent studies يلي يلي بتبين لنا أنه شو ال outcomes يلي عم تعلق بال البروغنوز تبع endodontically cracked teeth طبعا رح بلش بأول recent studies يلي هي عبارة عن systematic review النشو للعالم جاك نشرت 2019 يلي هي بعنوان outcome if endodontically treated cracked teeth طبعا ال بيو تبع هاي المتة analysis أخدت درست مجموعة من patient يلي مجموعة من patient يلي diagnosis طبعا كان crack teeth نعمل RCT نتيجة نتيجة وال intervention كان هو هي روت كان نال treatment يلي نعمل وضل طبعا السن السن يعني ضل سن function لمدة لا تقول عقل من عام النص 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 الحالة درست هاي السن انه شو ال preoperative factor اللي عم تأثر على ال prognosis بالإضافة أنا عم عمل RCT شو survival rate يلي عم حققه بهي الحالة فإجت هاي الدراسة لتجاوبني عن سؤالين تمام لتجاوبني انه شو factors يلي عم أثر على البرغنوز تبع endodont tically crack teeth بالإضافة بالإضافة شو هو option المناسب تمام شو هو option المناسب يلي عم يجيني بحالة option المناسب يلي أنا لازم أعمله بحالة الكرة كثير طبعا طبعا هن بهاي ال studies درسوا عدة عوامل بس في كتير في كتير عوامل لا وما إلى أي significant difference مثل tools type أو gender وإنما في عوامل كان إلى كتير دون رئيسي تمام مثل الكراك direction مثل extension of crack مثل pre-treatment probing والterm apartment هلأ رح نحكي عن عامل عامل طبعا الكراك direction لقوا إلو كتير significant difference وقت عم يكون في عندي أنا multiple crack تمام رح يكون في عندي أكيد لسان ريسكي أكتر لحتى حتى أنا نصير له extraction ما نعمل له مثلا RCT طبعا لأن بوجود ملتبل كراك بوجود ملتبل الكراك رح يكون في عندي رح يكون في عندي نيو باثوي للبكتير invasion وقت بصير في عندي أنا كتير باثوي رح يصير في عندي رح يصير في عندي failure بالرoute canal treatment طالع أنا هون بروح لخيار extraction ثاني مشان هيك هو عم يلاقو بهي المتة أنه عم يكون لها دور significant ثاني عم extension of crack طبعا extension of crack وقت عم يكون عندي الكراك موجود هو وبس منطقة الكورنان أكيد البروغنوزز تبع السن رح يكون أحسن مقاردا إذا كان extension عم يكون للradicular dentin العامل الثالث هو الpre-treatment probing أنه وجدوا بهي الدراسة تمام وجدوا بهي الدراسة أنه عم يكون في عندي probing depth أكتر من 3 ميلي رح يكون في عندي البروغنوزز تبعي ضعيف وبالتالي السن ممكن يروح لخيار الاكستراكشن رابع عامل كمان يلي وجدوا إلو دور significant هو terminal abutment أنه السن وقت اللي عم يكون كterminal abutment تمام عم يكون إلو دور يعني وهو أصلا السن قرردي عليه على كتير عالية رح يكون السن كمان البروغنوزز ضعيف وعم يكون الخيار أنه رح نتجه بهك بهك وضع لخيار الاكستراكشن ما نحافظ عليه تمام بقى مثل ما حكينا لأعدة عوامل عم يكون إلى دور significant منها crack direction extension of crack pre-treatment probing والterminal abutment بنفس بنفس الوقت كمان هاي الدراسة جاوبت أنه قتل أنا عم يكون السن فيو crack وعم عمل روت كنال روت كنال تريتمن تمام روت كنال تريتمن هل أنا روت كنال تريتمن طبعا بكون أنا عم تل دايقنوز صح من نجمان صح هل أنا عم حق سكسس ريت عالي وصف عالي على long term طبعا بهاي الدراسة كانت الـ على عدة 60 مونس يعني مدة فالو أب كتير منيحة يعني يعني مدة فالو أب خمس سنوات تقريبا لأوا أنه أنا بهاي بهاي الستوريز أنا وقتل عم يكون في عندي منجم صح للكراك وليل نوز صح أنا عم عم تكون عندي نسبة سيرفايفل والسكس سيرفايفل عندي عموصل للأربعة وثمانين أربعة وثمانين بالمية بالتالي بالتالي فينا فينا نقول أنه أنا أنا فيني اعتمد على أنه أعمل أنه الـ تبعي التريتمين يعتمد تبعي على الـ رسي تي عميحقق لي لونج ترم سكسس وسيرفايفل على المدى بالتالي هون لازم أنا وقت تجين حالة ما روح تغري لخيار الاستخدام طبعا هلا في نقطة بدي كمان ننوى عليها أنه هو شو الفرق بين السكسس والسيرفايفل لأنه أكيد دائما عندنا نسبة السيرفايفل أكيد بتكون أعلى من السكسس هلا السكسس هي أنه بقاء السن تمام وز سين أنسبتم تمام بينما بالسيرفايفل السن بضل موجود بالثم ولكن ممكن يكون في عندي صانو السبتم بهي الدراسة بهي الدراسة أنه وقت اللي عم يصير عم يكون في عندي نسبة السيرفايفل والسكسس عالي عم توصل لـ 84% طبعا بعد هن فلا أو بعملوها بعد بخمس سنوات لدراسة تاني كمان نشرت بالجورنال في اندرونتك عام 2020 يلي هي بعنوان outcome and survival of اندرونتك للعالم جون كمان درسوا العوامل يلي الفاكتورز يلي عم تأسر لي الفاكتور يلي عم تأسر لي على البروغنوز تبع ال اندرونتك لكراك تيس كمان يعني هي الدراسة آخر مشموعة من الباشن شخصوه أنه عندهم كراك نتيجة كراك عملوه RCT تمام وعملو لن follow up بعد بعد عدة سنوات لاقوا من الفاكتور بهاي بهاي السادي لاقوا من الفاكتور المهم يلي بأسر لي على البروغنوز تبع الحالة هو هو البوكت البوكت كتير يعني متشابه مع السادي الأولى أنا قتل عم يكون في عندي بوكت تمام عم يكون في عندي سن ريسكي أكتر أنه ريسكي أكتر تالي بروغنوز ضعيف بالتالي أنه نحنا رح نروح لخيار بروغنوز تمام بقى من هون بتجي دول أهمية دائما نعمل بريا بروبينغ قبل ما نعمل منجم للحالة فأنا بتوقع من الدراستين السابقتين أنه قتل بكون السن بحالة كان في عندي بوزملت بالكراك والكراك وكان السن كثير من وفي عندي مثلا بريدونتال بروبينغ حوالي أكتر من ثلاثة ميلي تمام السن هون عم يكون ببروغنوز ضعيف بالتالي أنه هون لازم ما روح لخيار ما روح لخيار الاكستركشن ما روح لخيار المنجمنت يعني وأعمل رسي تي وكراون وإنما روح لخيار روح لخيار الاكستركشن هلأ في في دراسة كمان يلي كمان دراسة تالتة يلي هي كمان بعنوان incidence of pulver complication after diagnosis of vital crack teeth هلأ نحنا نعرف أنه وقت اللي عم تيجي الحالة إذا كانت حالة الكراك بال earnest stage اللي الحالة عم تكون vital تمام عم تكون الحالة vital وقت بتكون الحالة vital أنا ممكن أنه ما أعمل RCT ما أعمل RCT lesson وإنما أكتفي أنه أعمل أعمل full coverage restoration وأعمل re-evaluate للحالة فهي الارتكل درست أنه قد نسب نجاح هاي الحالة وشو العوام المتعلقة بال crack teeth طبعاً 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 الهدف الهدف أنه الهدف أنه نعمل أنه نكشف يعني الهدف نهاية الدراسة أنه نعمل early detection to the crack tooth تمام نعمل early detection طبعاً نعمل early detection من يكون قادرين من يكون قادرين نحافظ على البلب vital والتالي كمان بالإضافة أنه منمنع أنه يصير في عندي propagation للك crack تمام ولكن بشرط أنه يكون في عندي بشرط يكون في عندي diagnosis النوزل صح و treatment صح بالإضافة أنه treatment يلي بشمل التبعي أنه يكون حاطين crowns يلي هلي هو بيأمل لكسبة لprotection بالconclusion تبع هيا الاستدائية وجدوا أنه وقتل أنا عم نعمل early detection للك crack teeth عم تكون في عندي success rate كتير عالي وعم تكون حالة irreversible barbitis success rate عم وصل ل71% يعني هيا تعد نسبة كتير منيحة وعملوا فول قبل الحالات عم يلاقوا أنه success rate تبعي عم يكون كتير عالي وقتل عم عمل أنا أقل بالإضافة بالإضافة للك وعم أعمل كسب كسب كفريج أو عم حط برمنان كراون عم يضل عند السن بايتل وعم يضل عند السن بايتل وهلسي لمدة ثلاثة سنوات لمدة ثلاثة سنوات وهي signification تبع هاي الأرتيكل أنه قيلين ونبرب managed crack teeth with reversible bulbitis could remain healthy for three years فهو بيجي دورنا أنه دائما نعمل error detection للكراك teeth أنه كلما كان detection بالمراحل الأولى كلما كان أول شي المنجمت بيكون أسهل علينا بشرط نعمل reevaluate للحالة كل ثلاثة شهر ونظل متابعينا على long term هلأ آخر الصد اللي رح أحكي لكم عليها كمان يلي درست عامل كتير مهم يلي هي كمان درست ب 2020 هللي هي بعنوان factor related to outcome of crack teeth following endodontic treatment كمان درست الفاكتور زي اللي عم يتأثر الفاكتور يلي عم يتأثر على ال prognosis if endodontically cracked teeth درست ولائت انو قتل انا لحظ شوي لائت انو انا وعملت follow-up للحالات ال follow-up كان لمدة 23 months لأ وانو عندي success rate عالي عم يكون كتير عالي عم وصل 75% وقتل عم عمل correct management ولكن في عندي فاكتور عم تأثر كتير على الكيس ومن هدول الفاكتور هي وجود عندي preoperative preapical radio licency وجود عندي region قبل الحالة المريض ما نحاط permanent restoration او اول مريض اول مريض بعد ما عمل management الحال لحق بوست كل هايو العوامل عم تقلل لي من success rate تبع الحالة بالاضافة انو هو على عامل كتير مهم عامل كتير مهم وعم يكون له تأثير كتير عالي وعم يحقق نسبة نجاح عالية وقت اللي عم نحنا عم نحط full coverage restoration نسبة نسبة success rate عندي عم توصل ل93.6 بقى من هون انو من اكد على همية همية الكسب الكسب الكافريج او نعمل permanent restoration لانو كتير عم يكون الى دور بال success وال survival تبع الكيس يلي عم نشتغل طبعاً انا هيك بكون دهت محاضرتي بتمنى تكون نالت عجاب كون بتمنى تكونوا بهي المحاضرة درتوا توصلوا لل correct نشتغل نشتغل و correct من نشتغل الكراك تيذ طبعاً بتمنى ايا كومنت تكتبو لي اياه تحت لجاوب كون عليه بتشكر كون على حضور كون الكبير وبتشكر كون على بتشكر كمان الدكتور مازا اندوماني على المرة تانية على الجهود الكبيرة يلي عم يحاول يعمل ها لرفع مستوى الدينتستري بجميع الفروع وشكراً كتير اشترك